السفر و الرحلات خصوصا الوصول الى اقصى الارض شمالا برحلة برية من الكويت و عبر ايران الى اقصى النرويج في نورد كاب و رفع الاذان في اعلى قمة هناك 20 دولة رايح و راد الله يعطي العافية تقريبا خذت مننا 20 يوم كانت من تاريخ 5 سبع 2018 الى 17 عشرة 2018 و 18 سبعين يوم كانت طبعا حي و رحب بي ضيفي الكريمة مساعد مطيري و راشد الله يزاكي يا هلو مرحبا و انتشرف فيك صراحة الله يزاكي يعني البرنامج ما فيه عداد انا يعني ما عديت له لكن ان شاء الله انه نغطي يعني اكيد احنا ابن سولف اصافة الرحلات رحلات طبعا من زمان معاي مو من اليوم يعني حوالي تقريبا من 98 بديت من 98 ايه من 98 او لا 89 او اول رحلة بالسيارة 89 كان عمري تقريبا 23 سنة ما شاء الله ايه از الشهر لأوروبا لكن ما بديت ادون الا هالسنة هذه يعني صراحة يمكن سبع مرات او ثمار مرات رحلت لأوروبا بسيارة نعم لكن هذه الرحلة سبعين يوم سبعين يوم من الكويت تقريبا لنرويج تقريبا يعني مسافة ومشقة تسوي ايه والله تسوي يعني انا شيء احب اقول شغلة يعني انا من ضمن الرحالة كوتيين طبعا احنا مشكلة الرحالة كوتيين ما عندنا يعني ملتغى او ما عندنا مكان او ما عندنا دعم او ما عندنا يعني تجمع معين او هيئة رعانة او شيء الحين طبعا فيه ان شاء الله رح يكون فيه يعني فيه ام ماجد الشيخة امثال نعم بدعوة منها طبعا مع هيئة الرعاية او هي هيئة الشباب الرعاية رح يكون فيه ملتغى اخواني الرحالة طبعا الرحالة في الكويت ما شاء الله يعني فيه ناس احسن مني بسراحة عندنا عدد ماشا الله عداد كبيرة ورحلاتهم حلوة تحتاجون هيئة عينا الحين ما شاء الله وإنا أتمنى أنني ألتقي فيهم يعني أتمنى أني ألتقي فيهم وأتمنى أنني أشوف رحلاتهم لأني والله ما أعرفون هم ما يعرفونني ما بين تواصل إلا يمكن خلال الأيام هذا إطافة صار في تواصل إن شاء الله بعد تجمع الشذي يعد نبيلك الموجود لكن خلسوا Urva عن رحلتك الأخيرة إلى نرويج اشرح لي معها شون بديتها طبعا هذا حلم كان عندي الحلم سنة تقريباً قبل سبع سنين أو ثماث سنين أنا قلت أوروبا قلت لك أكثر من المرة رحت لها سبع مرات أو ثمان مرات لكن دول الإسكندنافية ما رحت لها فكان فيها ظاهرت أن يعني مقطع حق الشيخ إدريس أبكر يدعي على جسر جسر المحيط الأطلسي وعجبني صراحة شكل الجسر المحيط الأطلسي قلت له لا أصل بسيارة نفس الشيء شنو أقصى شيء أقدر أصل له أسوي إنجاز طبعاً باسم الكويت وباسمي إني أقدر أصل له اللي هو أقصى الأرض أقصى الأرض يعني نورت كاب أو نورت كاب اللي هو أقصى شمال النرويج شمالاً في النرويج طبعاً في دائرة القطبة الشمالي والحمد لله توفقت فيها برحلة تقريباً سبعين إلى خمس سبعين يوم تقريباً نعم هناك و هناك رفعت الأذان الحمد لله هذا من فضل من الله سبحانه وتعالى أني أقدرت أني أرفع الأذان و أني الحمد لله يعني هذا الشيء أنا أعتز فيه و الشغلة الثانية يعني ما حتتعرر لي و لا حتقال لي ليش أنك رفعت أذان أو أنك كذا أو كذا و سيارة كويتية لوحات كويتية عليها ستيتة في كويت يعني بالعكس شفت رحيب منهم و المكان أصلاً يعني لحيبته فعلاً يعني المكان اللي هو نورت كاب لحيبته لأنه أنا فيه مقطع اللي هو يبين للناس ما معناه نورت كاب نورت كاب ما معناه أن الأرض أننا أعلى شيء في الأرض أنه في الليل يمكن تقريباً اللي هو الصيف يمكن تقريباً أربع شهور و شوية أشتاء عليهم يعني الليل ظلام حوال تقريباً بعدها من أربع شهور و نوص أو خم يعني اختلاف يعني تعتبر أعلى نقطة في الأرض أعلى نقطة في الأرض هناك و الروحي بروحي كل أحد يياك لا بروحي طبعاً أنا حاولت بكذا واحد لكن طبعاً المسافة بعيدة فيها مشقة ما هو من المشقة يعني محد يعني معاه الوقت هذا أن يروح شهرين و شوية سبعين يوم و سبعين يوم لازم يبي له متقاعد و عن طريق إيران بعد و كذا و عن طريق روسيا يعني الروحي كانت سهلة يعني الإجراءات و الأوراق الحمد لله الحمد لله يعني أنا مجهز أوراقي و مجهز شغلي إيران طبعاً طريق إيران أنا حملت اللي هو الموتري عن طريق عبدان طبعاً في لنج من هنا و استلمت في عبدان كانوا متعاونين معي صراحة الإيرانيين ما يعني ما شكت منهم شيء يعني 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 يخلي عيق الرحلة تأكيد الكل متعاون لا لا بالعكس كانوا متعاونين و الشعب يعني أنا أوجه رسالة رسالة شكري يعني للشعب الإيراني فعلاً محترم الحمد لله أشهر يعني أيضاً بعد وصلت لي روسيا صح؟ أنا طلعت من الكويت على إيران و من إيران إلى أذربيجان و من أذربيجان دشيت الروسيا و اتفاجأت بروسيا أني أنا في جمهريات أقول لي في قصة جمهريات جمهريات اللي هي شنة داقستان جمهورية داقستان لها تفتيشها و لها شرطتها و لها أعرفت شون الشغلة الثانية اللي هي جمهورية نقوشيا جمهورية الشيشان نوفا سات أو شيء كاذا يعني اسمها جمهورية جمهورية داخل جمهورية كلها طبعاً اتحاد اللي هو الروسي كلها تحت الاتحاد الروسي العملة ملتهم اللي هي الروبل الفيزا واحدة لكن مشكلة الفيزا روسيا ما تعطيك إلا شهر واحد ما تعطيك دابل فيزا من روسيا طلع طبعاً على جورجيا رجات و تدشيت تركيا إلى بلقاريا إلى صربيا إلى سلوفاكيا إلى هنغاريا سلوفاكيا إلى الشيك إلى ألمانيا لغاية ما دشيت اللي هو الدولة السكندرنافية إذا إسال فت أنك صحيت في جمهورية و قمت أنمت في جمهورية صحيت في جمهورية لا هل كانت مفاجئة حق اللي كان المتابعين معي طبعاً أنا معاي أخوان اعتز فيهم معاي في السناب كانوا يعني مرافجيني طول الرحلة كنت يعني شبه يومي يمكن حوالي خمسين ستين فيديو أدزة يعني طرش باليوم فكنت سألوا مسوي لهم مفاجئة بخط الرجعة طبعاً هذا اللي هي جمهورية يسمونها أوزوبس 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 هذولي ناس الظاهر أنهم تشذبوا لهم تشذبه و صدقوها أيه تبريل أيه هذولي طال عمرك أعذرني شوية شوية ترى مزكوم سلامتك أيه هذولي أخوان صدقوا على قواتهم الشذبة هذه تسوى لهم جمهورية في لتوانيا في عاصمتها في لونيسيا في لينيس وقاموا قالوا إحنا عندنا جمهورية وعندنا دستور باللغة العربية طبعاً مكتوب دستورهم باللغة العربية باللغتهم باللغة الإنجليزية واللغة الروسية ولهم ختمهم هذا شيء فجأة فجأة استانست عليهم الدولة يعني الدولة لتوانيا يعني شابت الموضوع إيراد يعني السياحي فخلت الموضوع يمشي أنا معهم نعم وموترك شنو؟ موتري وانيت طبعاً وانيت فولت أنت بسميه؟ أنا بسميه طير حوران طبعاً طير حوران؟ طير حوران كلب كلب فيه فنادي بس أنا أكثر شيء اللي هو أو في السحاري أو في الغابات يعني وين ما أوقف أوقف وبروحك يعني يعني أقصد أنه ما في حولك ناس مثلا أرض كويتا طبعاً أنا حاول أني أبعد عن الناس أحاول أني أبعد عن البيوت أحاول أني أبعد عن المناطق لأنه يكون آمن لي أنا نعم وبالسيارة كنت فيها كنت شيء معدة طبعاً وأنا مجهزها يعني تجهيز حق الرحلات الطويلة يعني ممتاز من كهرباء من ماي من المطبخ من كل شيء براشد بنشوف معك فيديوهات طبعاً هذا وين وشنو هذا مع السلام هذا اللي هذا اللي نرويجيين هذا اللي هو الغزالة الرنة ايه ما شاء الله بروح هذا الغزالة الرنة نيسياتي طاحت في مستنقع أنا أتمشى وراء اللي هو غزلان الرنة ايه فطاحت في مستنقع غرزتها ايه بس طلعتها صراحة روحك لحد وياك طلعت لا روحي طبعاً هي فيها وينش نعم هي فيها وينش ما شاء الله ايه هذه خيمتي واحدة طبعاً خيمتين معاي خيمة هذه بسرعة والثانية لا حققت المهمات الصاحبة ويونك براشد يعني يسألون انت منه واش عندك وشمسون شوف هذا الماني بالعكس يعني شوفيني ما شاء الله يعني أنا استغربت من شغلة يعني إن كويت ما شاء الله يعني معروفة بكل الدول نعم هذا الجسر هذا الجسر يعني من الجسور اللي أنا صراحة الهندسة المعمارية أو الهندسة يعني قلتهم شيء صراحة لهبت أو مرعب اللي هو طبعاً جسر ملمو هذا جسر المحيط الأطلسي هذا في أي هذا جسر المحيط الأطلسي هذا في غرب النيروج هذا عطيت واحد نيروجي يصورك يصورني هذا جسر ملمو نعم آه ممتاز هذا طبعاً ما بين دنيمارك وما بين سويش أو حاشك الثلج ثلوج ونقطع فيني الخطوط هنا وصار انهيارات جبلية لأن انتقعت لشهر عشرة هناك ونمت بالقابة والله يعني يجرع هذا نهاية الأرض المنظر هذا هذي هم يرمزون اللي هو سبعين اللي هو درجة اللي هو الخطوط الطول والعرض نعم نورد كاب نورد كاب نعم ممتاز هذي الثلوج اللي مريت فيها لأن فيها جبال يعني فيها ثلوج لا شيء حلو الدسم المات وكانت سبعين يوم تقريباً سبعين خمس سبعين يوم إذا حسبت معاها طبعاً انتظاري في المطار في أول عبارة في عبدان يعني تقريباً نعم طبعاً يعني اللي يتابعونك في السناب سناب شات يعني طبعاً هم أول بأول لكن هل مثلاً كانت فيه تدوين معين مثلاً أنا الآن بالعكس هذا السؤال حلو أنا الآن قاعد أشتغل لأن كذا واحد يقول لي حرام يعني الناس تستفيد تستفيد من الخبرة تستفيد من المعلومة فوالله أنا ما لي يعني كاتب أو عندي على قلتهم يعني أصيق العبارات الآن قاعد أكتب في تويتر ممتاز شيء بسيء بدأت تدوين المعلومات الأولية لأن ما شاء الله أنا شفت على كم هائل من الإخوان وخاصة اليوم بعد كنت مع واحد من إخواني باتصال هو عيس السيف وراح يروحون بدراجات نارية فشيء حلو سراحة قلتنا إن شاء الله المعلومات اللي تبونها راح يدوونها بالتويتر تقدرون تطلعون عليها الطرق العملة البنزين يعني التغريدات نعم وإن شاء الله بتعيد شدي رحلة ثانية بطريقة هذه إن شاء الله طبعا أنا ما أحب أني أوقف يعني متعود على الترحال إن شاء الله في رحلة الحين إن شاء الله بس طبعا حنا مشكلتنا إن شاء الله بعد اللقاء اللي يصير مع أخواني الرحالة ومع الجهات الرسمية في الدولة وتحت رعاية اللي هم الهيئة الرعاية والشباب تحت إشراف الشيخة أمثال إن شاء الله إنها يعني هي مجدة يعني في الموضوع هذا لتجمع الرحالين لتجمع الرحالة هذا وهذه دعوة بعد هو بثمانية أربعة رح يصير نعم عند نادي أو شنة نادي أو مكتبة المجلس الأمة أو شيء ثمانية أربعة يتقريب تسعدوا وكتاب ألغونا وستضيفكم عندنا والله السعر المباركة يعني مثل إخواننا مثل أخوي طبعا هو كلنا قاعد نشوف ثلاثة أو أربعة الذين يتحركون في الموضوع الأخت مريم الكندري الإعلامي البارز الذي هو أخوي هزاع أمطيري محمد الميموني الرحال الراشد أخوي طبعا الرحال السيك المشهور الذي هو أخوي حتى الاسم يمكن يعني ما شاء الله هذا تجمع كل جزي يعني رحالة فيه رحالة صراح عندنا أو عندنا بن فطوط أو شيء البسم هذا العدواني يعني عندنا رحالة صراح نحن أعتز فيهم نحن ناطرين التجمع معكم بس براشد نحن نشوف معك فيديو هم بعدنا يعني تحرمنا الحين من وجودكم من تعليقاتكم نحن نشوف مع بعض هذا وين هذا في لتوانيا الظاهرة أو للتافية هذا شرك منهم خروف شرك ما فعلت فيه الخروف طبعا أكل يعني دبعتها لازم معاي هذا طبعا الغيم شوف هذه هنا قزار الرنة أو يسمونه ملموض بعد فيه أكبر منه وزنه حوال تقريبا 100 كيلو ممتاز طبعا فيها اللي هو حق أهالي يعني مملوك وفيه لا اللي هو الحرب يعني ايه او بعده شاب ايه لا لا هذا هنا يعني تجمد صراحة اللي هو في السويد توقع في شمال السويد ايه تقريبا ثلاثة تحت الصفر وانت كل الرحلات يكام بي الله والقهوة على طول هي لازم والقهوة هذا رمز لنا يعني إن شاء الله هي رمز وشنو مواقف غريبة صارت ويكفي مثل هذه لا مواقف غريبة مو مواقف غريبة مواقف مثيرة اللي هو مشاهدة الشفق الغطبي اه يعني شفت الشفق الغطبي صراحة قدة الله سبحانه وتعالى في تلالأ في السماء شيء صراحة يعني يعني الذنت مثل ما قلت هنا في نورت كاب نعم مشاهدة الشفق الغطبي عبور جسر المحيط الأطلسي تدوينه تصويره جسر ملمو يعني في مشاهدات حلوة طبعا ما تحضرني الان إني أذكرها كلها إن شاء الله في مواقع تلقونها أو يعني إن شاء الله براشد اللي مثلا في في الاستناب و الاسستغرام قال أنا أبي أبي أسافر هياك الرحلة القادمة هل ممكن أنك تفتح هذا الباب لعدد محدود كن تحت مسؤوليتك ما قدر تحمل مسؤوليتك فأنت تبي تكون بروحك لا أتمنى بس أني ما أقدر تحمل مسؤوليت أحد يعني أقول تعال معي إلا عرف طبعا هذا أنت تتكلم على رحلة السيارة يعني أنا مرحل طيارة أو عرف أنا وين أوقف أو عرف أنا وين أو أو حز فلاني أنا بالمكان فلاني لا حر يعني أنت لا تدري يعني 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 أمشي قبل مقيم الشمس لازم أوقف لا أمشي بالليل ونت قاعد في أي مكان موجود أي مكان أشوفه يعني طبعا أنه شيء أحتاط أن المكان آمن هذا وسبحان الله وبدأ في شيء اسمه اللي هو دعاء الغري ما أذكر فيها الناس يعني ودعى السفر ودعى استودعك الله يعني نفسك وأهلك ومالك وحص النفس حص النفس بالأدعية و الحمد لله يعني أنا شوف رحلتي هذي كل أبوها ما تعرضت لأي شيء يعني حيث يضايقني هذا شيء شيء صراح أعتز فيه نعم والتكلفة كانت عايي سبعين يوم يعني يعني و الله مو بالتكلفة يعني ما كانت يعني عبي سيارتي فوّلها هذه هذه بروح ميزانية ميزانية لكن طبعا لأن السرعة هناك محدودة يعني أربعين ستين ثمانين وكلها جبلية ما كنت أصرف صارت لك مخالفات أو لا يوجد مخالفات الحمد لله أنا ملتزم في المرور حتى هنا يعني ملتزم في المرور ليش لأن السرعة الرشادات سيارتي كبيرة يعني مو مالت سرعة ومو مالت أنا سفير للعالم للشعب العادي يعني ليس سفير نفس السفرة الحين اللي هم بالسفرات السفرات ممكن بالهيئات الدبلوماسية لكن أنا سفير للشعوب هذه كمواطن كويتي على سيارتي بالعكس يعني فيه كذا لقاء أو كمشهد واحد I love كويت نعم فيه كذا مشهدي اللي هو مع السلامة كذا العائل النيرويجي العزمتني يمكن كذا واحد في النيرويج اللي معاي في نورت كاب اللي يقول أعرف كويت أو شيء كذا يعني لقيت تفاعل صراحة بالنسبة حق الكويت نعم يعني الكويت مو يعني ما شاء الله أبدا ما حد يعني منكر وجودها يعني موجودة علامتها بالسيارة علام الكويت اسم الكويت رقم الكويتي أكيد والناس تحيي وطبعا الناس هذه نتكلم على الناس راقية الناس تقدر معنا تقدر الذي هو السفر وانت ضيب تقدر الترحال تقدر أنك جاي قاطع المسافات هذه كلها أكيد وراشد دلودة مثلا يستزيد أكثر شنو السناب شات لك والإستقرام كاكا مساعد طبعا الناس يسأل ما معنا كاكا كاكا مساعد كاكا لاعب كاكا لا ملاعب كاكا نحن في الكويت وغير هذا كانت بالتسعينات واحد من خلقاني العوازم معنا وصيرت باسمها كاكا وحبيت اسم عزيز لك فالي أبيدش عليك في الإستقرام أو الإسناب كاكا مساعد كاكا مساعد أو سافر مع أبو راشد موجود سافر مع أبو راشد سافر مع أبو راشد أنا حاطها كعلامة سافر معي عشان تستكشف وتشوف البلدان وتشوف لا أم وفق شي جميل وانتمنى إن شاء الله في كل رحلة تسويها أبو راشد تشرفنا إلى الستوديو وتعطينا تجربتك في كل رحلة بالعكس هذا شي طيب وانا ملون نموم معدة حق اللقاء هذا أبدا أحنا قاعد سؤالك وعلى عكس أنه جاي على قراتهم ساعة المباركة مكانك شي عادي طبيعا بدون استعداد وهذا بالعكس أنا مستانس أنه الحمد لله ظهرت في الإعلام الكويتي الحمد لله هذا شي طيب بسرعة أنا سعيدين فيكم وموفق إن شاء الله يارب وانتظار بأن يصير تجمع للرحالين بالعكس وانا والله اللي حرص عليه حرص عليه وإخواني القايمين عليه تقريبا خمسة أو ستة وهم اجتماعاتهم يعني معه وحرص عليه وأكد أني أنا ويعني دعوة لإخواني كل المتابعين أو متابعين إخواني الرحالة كلهم سأتواجد أنا أتشرف في شوفتهم أنا الآن ما شفت أخوي عزيز الراشد أو ابن فطوطة أو يعني أسماء كثيرة أخوي محمد الميموني إن شاء الله تجمعون تجمعون إن شاء الله وتشرفوننا شاكل لك جدا الله يزاك خير كل شكر لإرحالة لكويت مساعد المطيري كنت وصلت معكم ختام حلقة اليوم ونلتقي غدا بإذن الله مع السلامة